السلام عليكم اسمحوا لي أولاً أن أعطي نفسي لإذن للتخلص من بعد آدان مجاملة ثم أقول لكم كم أنا سعيد للتواجب بينكم وكم يشرفني أن احترج صديقي وأخي الفنان محمد مفتاح كي أقول شهادة في حقه لم يكن ليفعل لولا محبته وصداقته العميقتان محبة وصداقة أعتز بهما أي معتزاز ولا لشيء سواء لأنه ورط الصينما المغربية والصينبائي المغاربة في مخرج النتلي ففي بداية كان أقصى حلمي في نهاية الألفية الثانية أن أخرج فيلم التلفزيوني أو شريط التلفزيوني يعني بعنوان طيب نزار فأبا سيد محمد مفتاح بقراءة السيناريو أو قد لمس شيئاً فيه أو أحس بشيء فإلا أن طور هذا المشروع ليصلح فيماً سينمائياً تكرم بلعب ضرب بطولة فيه وهو فين طيب نزار والذي كان بداية مشوار السيناريو لم أكن وحيد في ذلك فقد ظل محمد مفتاح لكل حب وكل جد يساند كل فنان حالاً الرجل القادم من عمق الحين محمدي يعيب ويدرك بقوة أن كرم المساعدة وواجب المساندة هما مبدأان أساسياً عند كل فنان عظيم ولا غراضة في ذلك فإن محمد مفتاح اشتغل تحت إمرت أهم المخرجين المغاربة وأهم المخرجين العرب وأهم المخرجين العالميين فقد بصد بشكله الكاريزمي المجهب السينمائي والدرامي المغربي والعربي سوح من مفتاح انظر إلى كل هؤلاء الناس انظر إلى الحب في عيون كل هؤلاء الناس فهذا هو أجرك عن كل ما عملته وليس هناك أغلاء ولا أجمل شكراً صديقي السيد محمد مفتاح شكراً المخرج المغربي القدير كمان كمان على هذه الكلمة صادقة إذن بحب وحفاوة كبيرين نستقبل الفنان القدير محمد مفتاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السيدة غير سفار ليقدم درع التكريم للفنان القدير محمد ميفساع فليتفض المشهور إلى الحشبة شكراً سفير الفن المغربي إلى العالم السيد وفنان حمد مفتاح أرجوكما فلتتقدم إلى مقدمة الخشبة لأخذ صور تذكارية مشكورين شكراً جديلاً وبمناسبة تكريمه ندعو الفنان محمد ميفساع ليوكيا التالمة بمناسبة تكريمه شكراً لكم سيد العميل السلطة المحلية سيد المتخبون ضيوف المغرب عامة وضيوف مدينة كناس خاصة زملائي وأصدقائي فنانين وكذلك الجمهور الحاضر معنا سلام عليكم مغادشة كلمات كلمات زميلتي وصديقتي ورقيقة الدربي في نظام المصرح والسينما والتلفزيون الفنانة الكبيرة توريا جغران لنا قلت كلمة مستفادة يعني شاملة في الحقيقة أنا جد مصر أنني أتكرم في مدينة أحبها وأعشقها صحبة تل من الفنانين الكبار مثل بوسي هذه الفنانة الرقيقة التي نحبها ونحبها جميعا والتي والتي تابعناها في بيوتنا وفي أخبارنا وفي جرائدنا إلى آخرين ثم كذلك رفقة الزنان الكبير الجزائري سيد حمد أقومي الذي كانت لي معه شغل وفي المغرب وفي أواخر الستينات من القرن الماضي وخاك ذكرنا كبير شانا أيام المصرح البلدي في مدينة الدار المريضة كنا نشتغلوا بالمصرح وكان معنا هذا الفنان الكبير القادير الذي نحبه ونقدره سيد حمد أقومي دون أن ننزى الفنان الكبير أيضا المصري الذي طبع الفيلم العربي والمصري على الخصوص مع فنان كبير ومجدد ومخرج رائع يوس الشاهين وكذلك نصري يوسري نصر الله محمود محمود قابي فمن قيلة هؤلاء الفنان الكبار أنا جد مصرور أن لأتكرم رفقة هؤلاء الناس دون أن ننزى الممثل الشاب الذي صعد اسمه بأذائه وحسه وتقمسه للأدوار الرئيسية الفنان الكبير عمرو سعد شكرا وشكرا للأخ سديس الروف وكذلك للمجلس البلدي والعمالة والولاية وغير ذلك وجميع الناس للضفط الجهود لهم يهيقوا لنا هذا العرس نتمنى أن يددون شكرا لكم يا أخي لأنكم حاولتوا أن جمعوا هذه اللمة مع أصدقاء وأحباب أننا نحبهم كثيرا كثيرا وشكرا للمجلة المنظمة ولجنود الخفاء منهم الشفورات والناس الذين يصاروا على 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 الراحة بينا وعلى إنجاح هذه الدورة التي هي بمثل دورة التأسيس وشكرا لكم جميعا شكرا شكرا الفنان خديم محمد بكتاح شكرا جديلا لك